طيب دي جزئية البزاية الثانية وهي متعلقة باللجان الناس دايماً بتزعل إحنا ليه مناش تواجد داخل الاتحاد الافريقي طيب زي النهاردة من سنة وهستعرض على الشاشة دلوقتي من خلال اللي الزومة للمعاهي في الكنترول زي النهاردة 1 يونيو 2021 في عهد اللجنة السلسية اللي كانت موجودة وبتدير اتحاد الكرة قدامكم على الشاشة هوق 1 يونيو 2021 زي النهاردة إيه اللي اتبعت ده؟ ده خطاب اتبعت من الاتحاد الافريقي لكل الاتحادات الاهلية في القرة الافريقية بتقول لهم قدموا الكوادر والأسماء اللي انتوا عايزينها عشان تتحط في اللجان الدائمة داخل الاتحاد الافريقي وتقال إيه؟ آخر موعد لتقديم الأسماء قدامكم على الشاشة هوق الديدلاين يوم 28 يونيو 2021 28 يونيو 2021 يعني كان فيه ديدلاين لتقديم الأسماء والكوادر لكل اتحاد وطني في القرة عايز يرشح يعني الشباب أو يرشح الكوادر تبقى موجودة في اللجان الدائمة في الكاف يعني اللجنة المنظمة لكاس الأمم اللجنة المالية لجنة كاس بطولة الأمم الافريقية لجنة مسابقات الأندية الافريقية ونظام الترخيص لجنة 23 سنة والعشرين والسبعتاشر كرة الصلاة والشاطائية لجنة شؤون القانونية اللجنة الطبية كل دي لجان الكاف طيب وأنا على الهوى وقدامكم هذا الخطاب فقط وحصري على شاشة قناة الأهلي أنا بطل من المهندس أحمد مجاهد وقته لما كان رئيس اللجنة السلسية يطلع يرد علي هل في 28 ستة وقبل 28 ستة حضرتك بناء على هذا الخطاب بعدت للاتحاد الافريقي الكوادر اللي ممكن تكون موجودة في اللجنة بتاعة الكاف ولا لا ده سؤال واضح ومباشر هل قبل 28 ستة بعدت الأسماء ولا لا وهل خدت موافقة من فيرون أنك تأجل الأسماء شوية وبعدت الأسماء بعد كده ولا لا وهل حضرتك كنت مستني تنصيق ما مع أحد الشخصيات أنه ينصق مع اتحاد آخر عشان لما نحط أعضاء اللجان يكون هنا في كوتا وهنا في كوتا ويبقى فيه ناس هنا وناس هنا بتوعي للتحادة وبتوعي للتحادة ولا لا وهل التنصيق ده اللي حضرتك كنت مستنيه أدرب القرى المصرية ولا لا أنا بوجه لك تساؤلات مباشرة على خطاب رسمي اتبعت في عهدك وانت رئيس للجنة سلسية يوم واحد ستة عشرين واحد وعشرين يعني زي النهار ده بالزبط من سنة الكاف قالك ابعت الكوادي اللي عايز تحطها في اللجان وتقالت لك اللجان ولجان مهمة على فكرة لجان مهمة جدا ولجان دائمة حضرتك كنت مستني مين ينصك مع مين وليه حضرتك بعت الأسماء بعد ثمانية وعشرين ستة وهل التنصيق ده أفاد القرى المصرية ولا قدرها ده سؤال مباشر للمهندس أحمد مجاد أتمنى يطلع يرد علي ويطلع يرد مش علي أنا بس على كل الجمهور لأن السؤال ده سؤال مهم جدا عشان نعرف القرى المصرية بالفعل فيه ناس خايفة على مصلحتها ولا خايفة على مصلحتها الشخصية فيه ناس خايفة على مصلحتها الشخصية ولا خايفة على مصلحة القرى المصرية ذيكوز إيه